ضمن فعاليات عام الشباب العربي برعاية رئيس الامورية وفي اطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع الشباب لايستقبل مقر قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وفدا من الشباب المشاركين في الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الاعلامية العربية والذي نظمت وزارة الشباب والرياضة بمشاركة وفود من احدى عشرة دولة عربية للتعرف على امكانات المركز التقنيب واللوجستية النهاردة معنا 39 جمعة مصرية ودولية واهلية معنا 11 دولة عربية الهدف من الملتقى ان احنا خلق جيل اعلامي جديد واعي مدرك اهمية الخبر وانه هو يكون خبر صادق تعتبر هذه الزيارة زيارة مهمة جدا واضافة كبيرة لطلبة اقسام الاعلام المختلف الجامعات والكليات في مختلف الدول العربية التعرف على الاعلام الامني ومسؤولياته ومهامه والامكانيات الهائلة اللي شفناها اليوم حقيقة جدا مهمة يمكن كانت تخفى على كثير من الطلبة ما كانوا على علم فيها الهدف هو توضيع القيادات الشباب الاعلامية العربية من مختلف الجنسيات قلية العمل داخل المركز الاعلامي وكم الانجاز والجهد المبزول في هذا المتقرام قام الوفد بجولة داخل القطاع للتعرف على طبيعة عمله والدور منوض به في تعطية كافة فعاليات وزارة الداخلية في توضيح الحقائق وبث الرسائل الاعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بصورة احترافية سواء كانت مطرورة او مسموعة او مرئية اليوم كان من بهاري اكبر اكيد لانه لمست عن قرب الجانب الاعلامي الامني كيف يصير هنا في مصر حس امني عالي جدا مزاكية دكة اداء رائح فربنا يهنيكم ببلادكم ويهني الشعب المصري فيكم انتم رأيت ان هناك متخصصين متخصصين اشخاص اللي عنونا بانتابعة الشائعة ورصدها والتحقق منها وتوضيحها لرأي العام وتوضيحها للمواطن انا حقيقة مظهورة انا اتفاجئت ايه التكنولوجي اللي بيستعملوها من اول الميديا منترينج للأدتينج والتسجيل الصوت الحاجات تجهيزات اعلى مستوى بكل الليتست تكنولوجيز ودي حاجة رائعة اللي شفتوا في الزيارة اليوم انه كيفيش المعلومة الصحيحة تصل للمواطنين كيفيش حتى لو كانت مغالطة والمس من هيبت الدولة وكيفيش الامن الاعلام الامني يتدخل بالوقت وكيفيش السرعة المطلوبة الزيارة التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى تؤكد على الدور الكبير الذي يتمتع به قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية في نشر الوعي وايصال الفكر السليم اضافة الى التأكيد على القيم الاعلامية التي تعزي الهوية والثقافة العربية نشاهد مختلف التقارير عبر شاشة التلفاز كنا نشاهد قيمة جيدة ولكن الان رأينا كيف تتم متابعة وكيف يتم اخراج وانتاج هذه البرامج كان لازم يحصل زيارة زي كده عشان يعرفوا قدي ايه وزارة الداخلية ودور الوزارة ودور المركز في ان هم يقدموا الصورة اللائقة والصورة صحيحة الخاصة بالاعلام كنت حاط مستوى معين للقودة ولكن فاقت كل التوقعات التي عقدتها في داخلي قبل زيارة بابنا الوزارة خاصة المركز الاعلامي وما رأيته من قودة عمل وتقنيات متقدمة وأفكار ميرة تعمل من أقل مصر بصراحة أهنيكم عن الانتاج الرائع والله يحمي مصر من الفئات الضالة ومن كل الفئات تحاول استخدم شعوبها في شيء ما يستاهل فمصر هي بلد من الثاني وحنا نجينا بلدكم نتعلم منكم منذ القدم وما زلنا نتعلم نتطور في سياة كثيرة يعني انا شايفة ان فعلا يعني كل الطلبة بتوقع كلية الاعلام محتاجين ان هم يجوا هنا يشوفوا اللي احنا شفناه النهاردة لان اغلبنا ما يعرفش كل الجهود دي يعني اغلبنا بيشوف المنتج النهائي ما يعرفش ايه اللي اتعمل قبل كده علشان نوصل للمنتج ده الملتقى يهدف الى اسقال خبرات شباب الاعلاميين المشاركين فيه واطلاعهم على التجارب الاعلامية الناجحة للاستفادة منها والذي يعد قطاع الاعلام والعلاقات الوزارة الداخلية احدى هذه التجارب التي تسهم في تنمية الوعي وتوضيح الحقائق والتواصل مع المواطنين